هاي جايز كيفكم اليوم رجعت لكم فيديو جديد من قناتي اسراء غامر اليوم طبعا بهاد الفيديو بعد طبعا ما رسلوا طبعا نرساله رسلوا طبعا شركة بيكا اكس دي ايميل جديد عن تحديد القادر طبعا رسلوا ايميل ونحن هلا رح نشوفه وكمان طبعا نرسلوا معاه صور او صورة واحدة وباس وكمان طبعا نص معاه طبعا مكتوبه احنا طبعا نترجمه عشان نفهموا كلياتنا وبس قبل ما نبلش اشتركوا بقناتي حطوا لي كثير 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 لايكات وبس طبعا هلا خلونا نبلش ونشوف شكل اليميل كيف وصل وطبعا هذا اليميل بيرسلوه لجميع كريترز يعني بس عشان وبس طبعا انا كثير من تحمس لجميع التحديدات يحتاجي بلاعب سبيكا اكس دي وبس يلا هلا بدو منقدمة طبيلة يلا خلونا نشوف كيف وصل هذا اليميل للكريترز المهم طبعا قايز ايكم رسلوه طبعا انا قرأته ويلي طبعا انا فهمت منه انه هاي البنهلات اجت انه تستخدم الموبايل طبعا بس لاحظت انه في اشي غريب بموبايله يعني في اشي يعني مختلف عن الاول يعني انه استنتجت انه رح يجي شي شغلي جديدة بلاعب سبيكا اكس دي اذا بتكن تقرأوا بتقدروا انكم توقفوا الفيديو تقرأو اوكي فطبعا ويلي فبنت كمانه هو انه راح تسألت الادمين بس هوا ما رد عليهم وطبعا اه ناس بدأوا بيرسلوا للتيم انه ما في يعني معلومات بتتساعد المهم هادي اللي فهمت اه وطبعا اه هي يعني شافت شي صوار او الشغلات اللي شافت بالموبايل رح ترسلها لقلنا طيب طبعا انا هلا رحشوف معاكن الصوري عشان منشوفه ونعرف شو فيه ياي جاهزوا حالكا نشكلوا فيه تطبيق جديد يب والله حماس كتير كتير من تحمسة اوكي طبعا هيك حطوا what is this اوكي وطاحت مكتوب can you see this picture gossip girl طيب طبعا هو انا هي الصوري طبعا ما بعرف ابدا يعني بساتني يعني ما دققت فيه او هيك عشان نعرف شو فيه وهلأ هلأ 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 رح ندخل عشان نشوف الصوري يعني نحقق فيه هيك ونشوف شو فيه شو فيه جواته شو رح يكون بالتحديث القادم عن جد انا كتير متحمسة عفكر اكتبولي توقعاتكم بالتعليقات عشان اذا طلع صحيح رح طلع تعليق ان شاء الله طيب يلا 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 ذكروني طيب تمام يلا اوكي طبعا هاي هي الصوري طبعا اول ما نشوف بيه هون بنلاقي قلب يعني منستنتج انه هي بس نصف الصورة يعني مو الصورة كليات هون فيه الليتر ال والاي يعني لاي او لي المهم انا الصراحة هون بزون انه لايك عشان فيه قلب وفيه ال اي ال اي هون اكتوبة لايك عشان فيه هون قلب يعني قلب معناتها لايك او شي زي هيك هون فيه ال او يعني لايك كمان في الخلفية تبعها باللون الازراء والديكور يلي والديكور يعني هاي الباكجراوند المهم لان احنا من باكجراوند الصراحة ما بعرف اسكنها هاي بزون انه انك انت بتقدر تقيم الناس يعني بتبحث عن رقم شخص 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 يلي بيدك بعدها بتقدر انك تقيموا يعني لايكات لابعرف الصراحة او ممكن انك تقدر تتحكم بلايكاتك يعني مثلا بيه تاك بتقدر تشوف بس من موبايلك كم فيه من لايك سراحة ماني عارفة كما عادت دولة لايكات وعن شو يعني شو هاي اللايكات عن شو يعني متأكدة انه رح تكون لايكات ما بعرف سراحة المهم احكوا لي توقعاتكم هاي اللايكات عن شو يلا نلتقي بالمنتاج اوكي كايز طبعا رسالة ترجمة للعربية عشان هلا نقرأه طيب هذا الصباح اثناء محاولتي طبعا هاي عم تحكي لنا عن شو صار لقل عشان شافتي اوكي هذا الصباح اثناء محاولتي استخدام هاتفي لاحقت شيئا مختلفا يبدو ان شيئا جديدا قادما اوكي لكنني لا اعرف اوماي جود من تحكي انا بعرف انا بعرف لقد اثار ذلك اهتمامي وقررت ارسال رسالة الى المسؤول اعتقد انه كان مشغولا لانه لم يرد علي بدأ مواطنون اخرون في ارسال رسائل الي ويقولون فيها ان ذلك حدث لهم لكن لم تساعدني اي معلومات اضافية في حل اللغز ارسلوا اليكم الدليل متاح لدي في الوقت الحالي اوكي هذا الدليل كان هو صورة يلي شفناها ويلي لقينا انه هناك مكتوب لايك طبعا هو هاد اول لغز يعني هو لغز بيوصل يعني مرة مرة بيوصل يعني كمان مرة جاية ان شاء الله كمان رح يرسلوا لي اخبار كمان جديدة عن هذا التحديد يعني كل مرة عم بيعطونا شي جديد عن التحديد لحد ما نوصل لحل اللغز بعدين بينزل التحديد ونشوف اذا معتقداتنا كانت صحيحة او لا غالطة طبعا انا هلا بظن انه رح يكون بالموبايل شي جديد اسمه لايك يعني الناس بيقدروا انت يقيموك يحطوك لايك بس من الموبايل طبعا مثلا انا بقدر ايجي اقيم حضا من المتابعين مثلا اكتب اسم بالرأم مثلا اسم لمار مثلا ورأم 140 مثلا رح روح لهذاك الموبايل افتح التطبيق الجديد اكتب الاسم والرأم بعد ان احط لايك ما بعرف هاذ اعتقادي يعني بس رأيي واعتقاذه بس احكولي انتو تبقعاتكم تحت عشان بدي احرف انتو شو بتتوقعون والصراحة هاي الصورة شوي غامضة بس ما بعرف صراحة اذا هاي الصورة عفكري اللي بدو ياخده يصور عشان اذا بدو يحطها عندو قناة او شي يحكي انو اخد من قناة السراء طيب اوكي طبعا هاي الصورة ما بعرف صراحة غامضة نحوان ما عشان يعني ما انا مكتملة وخصصة ما منعرف اذا هاي الصورة هي غلاف او هي يعني الصورة طبع هاد التطبيق الجديد او يعني هاد رح تكون داخل التطبيق يعني هاد الاشي اللي انا محيرني ولي اللي صادتني ما نعارفه المهم انتو احكولي شو بتتوقعون من هاد التحديث عشان حابة اني اقرأ كل تعليقاتكم كلكم كلكم وبس طبعا هاد المسج اللي رسلوه طبعا هو بيحكو فيه وعفكري اللي ما فهم ت yet هاي البنات اجت عشان تستخدم موبايلة لقيت انه في اشي متغير بعدنا سألت الادمن عن شو صاير بصفو مع بيروت عشان مشغول يعني اذا هو مشغول ليش مشغول بنظركن عشان بيشتغل على التحديد oh my god والله يعني جد thank you so much thank you thank you بجد يعني thank you thanks for all شكرا لقلي كمان المهم ف طيب طبعا الادمن ليش مشغول عشانه بيشتغل على التحديد بعدنا يعني في كتير ناس بيحكوا عن هذا الشي وبيحكوا يعني يعني معلومات بس هي بالنسبة لقلي انها معلومات فاضية يعني بيحكوا معلومات عن هذا التحديد بس هي يعني بتحس معلومات فاضية يعني ومعلومات اضافية بس يعني اصلا زائدة يعني ما شو بدني اصلا احكي بيا وبظن انها الايميلات الايميلات كمان الجديدة اللي رح يرسلوا انشاءallah يرسلوا شي باحلة جديدة انشاءallah كمان بيقدروا انن شو اسمها بيقدروا كمان انن يعني شو كان بدي احكي يعني بظن ان الايميلات جديدة اللي رح تيجي ستكون عبارة عن المعلومات الإضافية التي قلت عنها البنت بالإيميل طيب يا جماعة بس هيك بنكون خلصنا الفيديو أتمنى أن يكون عجبكم احكوا لي شو أفكاركم شو توقعتكم عن التحديد القادم أنا استراحة كتير كتير من التحمس بجار أنتوا احكوا لي كم نسبة حماسكم و بس اشتركوا بقناتي وحطوا لي كتير 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 لايكات و بس بحبكم كتير باي لا تنسوا تكتبوا لي هلا كامنت عشان كتير كتير يعني متحمسي عشان أشوف تعليقاتكم هلا أقرأوا أعرف شو كتب شو طبقاتكم و بس يلا باي بحبكم